اشتركوا في القناة وهي حكينا للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يمكث فيها لتمام الساعة 11 و 21 دقيقة من مساء هذه الليلة اللي هي الأحد على الاثنين لينتقل بعديها لمنزلة الصرفة وهي منزلة تعتبر للربح الضرر الخراب الإصلاح بين الشركاء والثبات طبعا القمر موجود في برج الأسد ما زال موجود ورح يظل ساعات ما بعد الظهر أو تقريب العصر يعني شوي فرح يظل التأثير علينا من تأثيرات برج الأسد أو على جميع الأبراج فبيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزاويتين اللي رح يصيروا قبل خلو المسار أول زاوية رح تكون اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة وخمسة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز قوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة اتناعش واثنين وعشرين دقيقة بعد الظهر يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة اتناعش واثنين وعشرين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة ثنتين وخمس وخمسين دقيقة بعد الظهر لا ينتقل القمر بعدها لبرج العذراء هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار زي ما حكينا ساعة ثنتين وخمس وخمسين دقيقة بعد الظهر القمر خلص بيكون استقر في برج العذراء ما فيه زوايا خلال هذا النهار يعني في حلقة الغد بيكون فيه بعض الزوايا رح نذكرها ولكن اليوم ما فيه زوايا بعد انتهاء قلو المسار كل الزوايا هي منفصلة وغير متصلة فعشان هيك ما رح نذكرها طبعا التأثيرات لما بكون القمر موجود بالعذراء على جميع الابراج منعود الان لطبيعتنا للجادة ومننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة او شاردة دون تفحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام وبنشعر انه الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن نتفقد او ننتقد انفسنا او نتوهم امراض ما الها اي وجود او تراود لذهننا شوية وسوسة هاي افضل فترة لتخلص من عادات سيئة يعني زي الكحول المهدئات التدخين بوسع نقتناء حيوان اليف بالفترة هاي ومطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد طبعا القمر بما انه رح يكون موجود في برج العدراء قلو المسار القادم رح يكون يوم الاربعاء 11-8 بيبدأ في تمام الساعة 11-21 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 8-7 دقائق مساء بتوقيت غرينيتش لا ينتقل بعدها القمر لبرج الميزان اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر زي ما حكينا هو الهلال الجديد عمره يوم في تمام الساعة 33 دقيقة صباحا بيصبح يومين نسبة الاضاءة بتصير 5% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم 22-8 هو سعيد بنسبة 15% القمر في الاسد وبدو ينتقل للعدراء ورح يستمر فيه لغاية يوم 11-8 هو الان سعيد بنسبة 20% ولكن في ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة 10% ويكمل لغاية المساء على منتحس بنسبة 10% اما بالنسبة لعطارد في الاسد حتى يوم 11-8 ومنتحس بنسبة 10% الزهرة في العدراء حتى يوم 16-8 سعيد بنسبة 15% المريخ في العدراء حتى يوم 15-9 سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18-10 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% اورانوس في الثاور حتى يوم 20-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16-10 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقد وقت ممتع معهم بمناسبة عاطفية مع الأبناء مع أي أحباء يعني أي شخص بكون هو عزيز على قلبك اليوم تقدر أنت تتواصل فهاي تعتبر فترة مثمرة وإيجابية اليوم تستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر وخصوصا ما قبل ساعة الظهر يعني من الآن لساعات ما قبل الظهر والجو بكون مناسب لتلبية الدعوات وبستطعتك المبادرة لأنه اليوم الظروف ملائمة لا أي شيء جديد في ساعات ما بعد الظهر بتكوا تنتبهوا لصحتكم لأن القمر رح يصير في البيت السادس بتكوا برضو تنتبهوا لعملكم ممكن يتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من الأعمال خلال هذا اليوم عشان هيكي بتكوا تنتبهوا للصحة وتنتبهوا لأعمالكم برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم وبظل التفكير بتركز على البيت والعيلة والمشتريات تصليحات ترتيبات ممكن اليوم تجدوا تعاون من أحد أفراد العائلة من الآن لغاية ساعات يعني ساعات ما قبل الظهر تقريبا أو عند الظهر هيك ممكن تضطر إلى الاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم إشي أنه تخلي التواصل جيد ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن يكون في بعض المسائل الشخصية أو بعض التصليحات أو اللي هيكي مشاحنة بسوء تفاهم على المستوى العائلي طبعا هذا الأمر بظل غاية ساعات ما بعد الظهر بعدين بتنقلب المعطيات بتتغير الأجواء وبصيروا تبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم ممكن تعيش لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات يعني الأجواء تصبح أكثر من ناحية الحضوض ومن ناحية العاطفة برج الجوزة بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة أو يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار الأجواء جيدة وعندك اليوم سرعة بديها وقدرة على الإقناع والحوار والنقاشات الأجواء جيدة من الآن لساعات الظهر تقريبا بالامتحانات يعني الترويج لسلعة معينة أو لفكرة معينة بتقدر تروجلها وتنجح فيها باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها بعض المشاعر بتنشط اليوم بالتنقلات بشكل كبير طبعا كل هذا بظل لغاية ساعات ما بعد الظهر بعدين بتتغير الأجواء بتصير الاهتمامات بيتية وعائلية أسرية بالكامل ممكن تصلحات ترتيبات أو بعض الأمور اللي ممكن تطرق لها علاقة بالبيت ممكن يطرق عطل منزلي أو حدث عائلي يلفت انتباهك برج السرطان ثم فرصة لمكسب مالي بيجي عادة زي ما حكينا من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم الأجواء جيدة جدا بيصير في عندك بعض الأفكار المالية اليوم ممكن مصاريف استحقاق مالي فوتير دفعات ولكن حاول تقلل من مصاريف قدر الإمكان ما توقعش على أوراق ما تدخلش بمشاريع ومجازفات اليوم خصوصا فترة خلو المسار من ساعات ما بعد الظهر بتتغير الأجواء بشكل ملحوظ بصير التركيز على الاتصالات والتنقلات والحوارات يعني ما رح تهدأ وتيرتك من ساعات ما بعد الظهر بكم الاتصالات الي رح تجريها أو محاولة التواصل مع أشخاص معينين لأمر ما اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة رح ينجز بشكل جيد سرعة البديهة بتنقذكم بكثير من الأوقات فعشان هيك أهم شي ديروا بالكو بس من الكلام اللاذع لأنه هاي نقطة الضعف خلال هذا اليوم برج الأسد طبعا الأجواء جيدة جدا بتدعمكم بشكل كبير عندكم اليوم نشاط عالي جدا عندكم سرعة بديهة عالية قدرة على التواصل الاجتماعي ممتاز بتحس إنه هيك شوي الأمور تغيرت بالنسبة لإلك بتتحلى بالحكمة ممكن تكون ملفت للانتباه أكثر بالنسبة للجنس الآخر وبتشتد عزيمتكم اليوم بشكل كبير ممكن تحقق نجاح معين من الآن لغاية ساعات ما بعد الظهر بعدين بتتغير الأجواء بتصير التفكير على الأمور المالية ممكن تحصل على دين أو تحصل على دعم أو على دفعة معينة أو تفكر في بعض المشتريات حاول إنك تبتعد عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن شوي هيك يتنضغط في بعض المصاريف أو الالتزامات اللي بتكون عليك ماليا ولكن حاول إذا ركزت مضبوط ممكن تحل هاي المشكلة برج العذرة طبعا من الآن لغاية ساعات ما بعد الظهر التعب رح يظل مسيطر عليكم رح تشعروا إنو طاقتكم ضعيفة تشعروا إنو الأمور مش ماشي معكم مثل ما بدكم اللي بيوعدكم ممكن يخلف ممكن تتعطل بعض المسائل أو تشعر إنو طاقتك نازلة مش حابب تنجز أي عمل مش حابب تعمل أي شي في نوع من أنواع الملأ المسيطر عليك ممكن تصير فيه تأخير أو نوع من الاستفزاز أو نقاش حاد جدا بدك تحافظ على صبرك بشكل كبير بالفترة هاي لغاية ساعات ما بعد الظهر بتلاقي إنو القمر بيوصل لعندك الأجواء بتتغير من ساعات الظهر لبعد الظهر يعني بتبلش تدريجيا بتمتلقوا بالنشاط والحيوية بتقلبوا بعض الخيارات والتوجهات لا الإشي اللي بيناسبك وبيناسب وضعك الحالي وبتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات إيش ما كانت الأجواء رح تكون جيدة ودعمة لإلك بشكل كبير برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء كمان اليوم في عندك نشاط اجتماعي ولقاء واتصالات وحوارات ودعم اجتماعي بشكل كبير ممكن اليوم يكون في حفلة أو مناسبة سعيدة أو احتفال بشيء معين لأحد الأحبة يعني بنصحك إذا كنت بحاجة لشيء حاول أنك تطلب المساعدة من بعض الأصدقاء أو المعارف الفترة هاي فيها نوع من أنواع التحالف ما بينك بين الزملاء الأصدقاء الجيران يعني الأجواء جيدة يحاول أنك تستغلها بشكل كبير لأنه من ساعات ما بعد الظهر القمر رح ينتقل ورح يصير في بيت المتاعب اللي هو في العذراء رح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم حاولوا أنكم ما توقعوا على العقد وما تحسموا أمر هاي فترة نعتبرها من الفترات السلبية والضاغطة اللي بتعانوا منها كل شهر فعشان هيك إشحنوا حالكوا بطاقة معينة حاولوا أنكم تخلوا الأمور روتينية وما تتخذوا قرارات حاسمة بالفترة هاي برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بده يتواصل مع رؤساءه مع زملاءه الأجواء من الآن لغاية ساعات بعد الظهر صحيح يعتبر هذا يعني بيت سمعة شوي بممكن يخليك تندفع تتهور تغامر تجازف عشان هيك يمكنك بدك يعني تدوس بركات هيك وتحاول أنك تنتبه ما تغامر نهائيا ما تخالف القوانين ما تشوه سمعتك لغاية ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر طبعا القمر رح ينتقل يصير فيه بيت العلاقات الاجتماعية والأصدقاء فبتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة أو لقاء أو تعارف أو ممكن يتوجه لهم دعوة من صديق أو اتصال من صديق يجي بشكل مفاجئ ما كانوا يتوقعوا أو زمان لهم ما تواصلوا معه برج القوس طبعا ما زالت الأجواء ممتازة جدا بالنسبة لكم من الآن لغاية ساعات ما بعد الظهر لأن القمر ما زال موجود في البيت التاسع عشان هيك بيظل النشاط في أمور السفر والاتصالات البعيدة الامتحانات الدراسة الأمور الفلسفية الدينية النقاشات الحوارات كلها هاي أمورها ممتازة جدا حتى اللي عندهم قضايا قضائية أو أوراق قانونية اليوم بقدروا ينجزوها ولكن حاولوا تنجزوها قبل خلو المسار أو إذا اضطرتوا الاستمرار إذا كان الأمر من الصباح ودخلتوا في فترة خلو المسار كمبوها لكن ما تعتمدوا كثير على الحضوض أثناء تأدية الامتحانات لغاية ساعات ما بعد الظهر طبعا القمر بعدها بانتقل بصير في بيت السمعة بتكون تنتبهوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية علاقتكم برؤساءكم بالعمل أعمالكم تحاولوا تنجزوها على أكمل وجه أي فترة مناسبة لللي بيبحث عن عمل أهم شي إنك تتجنبوا الخلافات وحاولوا إنك تسعوا لا تلطيف الأجواء برج الجدي بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي على الأغلب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى بتكونوا تديروا بالكم وتحذروا من الشراكات المالية وخصوصا إنه اليوم في خلوم مسار ما براسبك لا الخلاف ولا الزعل ولا التسرع ولا القرارات خلال هذا اليوم حاول إنك أنت تحاول تقرب وجهة النظر تحاول إنك أنت تعمل مصالحات أو مفاوضات أو يعني رح يصير عندك أكثر من أمر على أمر المصالحات وأمر الأمور المالية المشتركة هي أكثر الأشياء اللي ممكن أنت تنشغل فيها خلال من الآن لغاية ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر الأجواء بتتغير بشكل كامل فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة الامتحانات الأوراق القانونية التواصل مع أشخاص أجانب أهم شيء تكونوا أكثر وعي على طرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن فترة دخلوا المسار انتبهوا من الامتحانات يعني حاول ما تعتمد على الحضوض بشكل كبير بور جدا له طبعا ما زال القمر مقابلكم تماما فعشان هيك ما زالت الطاقة شوي بتحسوها ضعيفة بتحسو حالكو شوي هيك عندكو نوع من أنواع التكاسل الإحباط والأمور مش ماشي معكم زي ما بدكم ولكن على مستوى تدعيم الشراكة وعلاقتكم بشركائكم بالمال بالعاطر فيه فهي ممتازة جدا الفترة هاي برضو بتظل مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف آخر أهم إشي إنه ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفع لا توتر ولا مشاكل ولا صدامات حاول تخلي عصابك برده إلى غاية ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر القمر بتحرك بصير في البيت الثامن فعشان هيك بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا إنكو تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية يعني الأجواء جيدة على المستوى المالي والأموال المشتركة ولكن ممكن صحتكم أو صحت قريب لكم تكون بحاجة للرعاية شوي أو في حدث عائلي مميز خلال هذا اليوم برج الحوت طبعا العمل ما زال شوي مش ماشي معكم مثل ما بدكم لأنه القمر ما زال موجود في البيت السادس فعشان هيك بتحسوا أنه العمل بتراكم ما عندكو قدرة على إنجاز العمل مشاكل أو خلافات أو سوء تفاهم ما بينكو بين زملائكو أو ما بين أشخاص بتتعاملوا معهم إنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل دون المبالغة في ذلك يعني الأعمال بس اللي بتقدروا عليها إنجزوها انتبهوا لغذائكم وراحتكم حاولوا أنه ما تمسكوا أكثر من عمل في نفس الوقت هذا كله بسبب أنه القمر موجود في البيت السادس اللي هو إلو علاقة بالعمل والصحة فبرضو بدكو تنتبهوا لصحتكم حاولوا أنه شوي تنتبهوا لراحتكم لغذائكم هاي أمور مهمة جدا لغاية ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر طبعا القمر بنتقل بصير مقابلك تماما فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم أهم إشي إنه بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاذروا من الخلافات وحاذروا من تضخيم أو أنها تضخم الأمور طاقتكم بتكون ضعيفة شوي برضو بتظل الصحة بحاجة إلى بعض الرعاية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر